اشتركوا في القناة على قرارات اللجنة الإشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة وذلك في مقر اللجنة الإشرافية بمدرسة البستين العدادية للبناء وطبقا للقانون فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعادل ذلك في الدائرة الانتخابية التي لم تقدم للترشيح فيها أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين بذات دائرته على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم إصدار اللجنة في قرارها في ذلك الأجل قرارا ضمنيا بالرفض فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض الصريح أو الضمني خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوة بحكم نهائي غير قابل للطعن في حال قام أحد المترشحين بالاعتراض على مرشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة هذا وقد بلغ عدد الكتلة الناخبة في الدائرة الانتخابية 1193 ناخبة